بغيت نتعلم كيفاش نشري من الشينواء وبغيت نتعلم كيفاش نشري بأرخص ثمن وبلاء مين سبو عليا وبغيت نتعلم كيفاش نختار منتوج بجودة عالية وبشحن مجاني وكذلك بلما نخلص الديوانة إلا كان عندك واحد من هذه الأسئلة فارك في المكان المناسب تبع معايا الفيديو حتى للآخر وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبل ما تفكر في شراء من الانترنت خصك ضروري تمشي تفتح حساب بنكي واللي باقي ما عارش كيفاش يختار البنك المناسب ليه واللي فيه اقتطاعة قليلة كنصحه يدخل للقناة ويمشي القائمة للأبنك راني شارح تقريبا جميع الأبنك المغربية وكذلك الأجنبية إلا بغتي تزيد تعمق وتشوف الفيديوهات وتختار البنك الأفضل لك غنخلي لك رابط القائمة غتلقاه في وصف هذا الفيديو المهم بعد اختيارك للبنك المناسب غدي تمشي للاجونس الخاص بهذا البنك هذا وتفتح عندهم حساب خاص بك وغتطلب منهم يوجدوا لك البطاقة الدولية انترناصيونال وبالمناسبة كل البنك عنده بطاقة خاصة به فمثلا كالقاو سياش عندهم إيشوبين البمسيو عندهم إيباي البنك بوبيلير عندهم إيكارد والتجاري وفا بانك عندهم ويباي خلاصة القول أي بنك إلا وعندها واحد بطاقة انترناصيونال اللي كتمكن لك تقوم بجميع المعاملات ديالك الخارجية من اللي ستطلب هذه البطاقة ستوصلك تقريبا ما بين 6 حتى 15 يوم دباء في تحتي الحساب وصلتك للبطاقة غيخ السكت أنستالي التطبيق الخاص بهذا البنك في الهاتف ديالك وتدخل الإعدادات وتأكتفي الدوتاسيون باش تقدر تشري بهذا البطاقة خارج المغرب تمن الخدمة هو 44 درهم للسنة أما بالنسبة للحد الأقصى اللي تقدر تشري به من بره فهو 15 ألف درهم مليون أونس ومن اللي تسالي لك هاد الدوتاسيون فكين واحد طرق كثيرة اللي تقدر تزيد في هاد الدوتاسيون وتقدر كذلك تستفد من الدوتاسيون توريستيك اللي زيدة بزاف على هاد الدوتاسيون العادية المهم إلا ما عرفتش كيفاش تأكتفي الدوتاسيون حتى تعليق ولا رسلني إما عن ترك الحساب الخاص بي في فيسبوك أو دخل المجموعة الخاصة بنا غنوريك كيفاش تدير بالنسبة للروابط الخاصة بالفيسبوك ديالي وكذلك بالمجموعة فغتلقاها في وصف هاد الفيديو دبا كل شي قديناه غادي ننزوه ونعرفه أحسن المواقع الصينية وكيفاش نتعاملوا معها فأول موقع اللي غنهضروا عليه هو موقع أو منصة عالي بابا أكبر موقع في العالم اللي تقدر تشري منه بالجملة وهو عبارة عن منصة كيعرضوا فيها التجار أو لدروبشيبر المنتجات ديالهم مقابل واحد لكميسيون على كل مبيعة كيدفعوها للموقع وهنا غنطكر كذلك إيباي كيعمل بنفس المبدأ لكن الفرق هو أن إيباي منصة أمريكية وفيها بائعين صينيين وكذلك بائعين من كل أنحاء العالم وأحسن ميزة في هاد إيباي هو كالتعامل بالبيبال وهاد الأخير كيدملك فلوسك 100% في حالة تعرضتي للنصب أو ما وصلكش المنتج اللي ما عرفش ما هو بايبال وكيفاش يفتح حساب مجانا ويأكتفيه غنخلي لكم كذلك رابط الفيديو في وصف هاد الفيديو دبا غنشرحو أحسن رخص موقع صيني اللي غني عن كل تعريف علي إكسبرس هو كذلك منصة إلكترونية لعرض السلع الخاصة بالتجار وكذلك لدروبشيبر المميزات دياله هو فلوسك مضمونة أي منتوج تحليك في بالك غتلقها هاتمة وبأتمنة رخصة جدا لكن ما يعاب عليه نسبيا هو أن السلعة تقدر تطلع لك شوية بين 15 يوم حتى 45 يوم كحد أقصى في حالة وصلتك السلعة مهرسة ما عليك سوى تصورها وترسل البائع هو غيخيرك بين إعادة إرسال منتوج جديد أو يرجع لك فلوسك أما في حالة موصلاتك السلعة فوراك يكون عندك رقم تتبع من خلاله كتعرف فين وصلات السلعة بالضبط وكل البائع كيعطيك واحد المدة ديال الحماية غالباً كتكون 60 يوم إلى موصلاتك السلعة حاول ترسل البائع قبل ما تسالي هاد المدة أما في حالة سالة هاد المدة ما تقدرش ترد فلوسك لأنه طبيعة الحال تسالت لك هاد المدة منتعت الحماية إلا ما بغاش البائع يدير معك حل غادي تدخل المنتوج اللي شريتيك وتفتح النزاع وتبع الخطوات اللي غيطلبوا منكم لأنه مغيسوا لكم إشن هو السبب علاش تفتحتي النزاع انت كتختار واش المشكلة اللي هو سلعة موصلاتك أو سلعة وصلاتك مهرسة أو وصلاتك وغير مطابقة لذلك شي اللي شفتي في وصف السلعة إذا دابا كيفاش ندير باش نشري من علي إكسبرس بتامن قليل وتكون سلعة جيدة لما تحشمنيش مع الزبون لأنها التجارة الإلكترونية أخوتي فهي بيزنس قائم بداتو ما تحاولوش تغشو أو تديرو ديك العبادية ضرب أو هرب دائماً ندير واحد الهدف بلك أنك تدير البراند ديالك من هنا لقدام إن شاء الله وهذا الشي كيجي بالسمعة ديالك الجيدة في السوق اللي شراء من عندك غتعجبو سلعة ديالك أو الخدمة هو غيو اللي يسوق لك المنتوج بطريقة غير مباشرة عن طريق يوري سلعة لخوه صاحبه أو صديقه أو العائلة دياله المهم دابا دخلنا للموقع اللي الوجهة دياله على هاد الشكل فادنا هاد الخنا هي مكان البحث على المنتج كندخله هنا وكنخطره أي منتج بغينا فمثلاً غنضير شارجور هناك يطلع لي بزاف ديال المنتجات ولكن باش نحدد دكشي اللي بغيت غنضير هنا فهناك يعطوني التمن يعني أقل تمان بغيت نشري به هاد الشارجور وأكبر تمان ديال هاد الشارجور من طبيعة الحال هنا بالدولار أو على حساب انت اش خطرتي في الحساب ديالك فاش كنتي بغيت تكريين مرة لولا هناك يعطوني جوش طيارات واش المنتج بغيت يكون في الشينواء أو لا بغيت يكون في توركيث فهنا مثلاً نخترنا يكون في الشينواء بالنسبة لهذه هي ببرومو يعني المنتجات اللي عليها برومو أو عليها تخفيض كنتوزوها كذلك كنتوزوه هنا يا قلقوا الخانان تعت الليفريزون أو الشحن المجاني كنتوزوها بشيط العليا فقط المنتجات اللي الشحن ديالهم مجاني وحتى هذه النقطة هذه من بعد إن شاء الله مني تعلموه مزيان فراكين منتوج اللي كتلقى مثلاً نسوي 20 دولار ولكن مخلص عليه الليفريزون أو الشحن دولار واحد وغيوصلك بطريقة أحسن وأسرع يعني أنا غلف الضوء أنا نخلص دولار على أنني نختار الليفريزون غاتوي المهم غندوزوه هنا يا كذلك هناك يعطيني واحد النجمات كيمتلولي تقييم ديال المشترين لهذا المونتج باش ما كانوا نجمات كتير إلا وكان هذا المنتج جيد وبالتالي غنحاول نختار دائماً المنتجات اللي عليهم أربعة نجمات الفوق من بعد إن شاء الله في هذا الفيديو نيد غنفهمكم أكتر وأكتر هنا يا عندك بعض المعلومات كيفاش بيتي هاد ترتيب ديال هاد المنتجات هدي ما عندك شمدير بها ماشي مشكل إلا لك أنت كتهتم إنت مثلا بسلعات تكون جديدة أو سلعات يكون تمنديلها قليل غتختار اللي أعجبك وهنايا كتطلع لنا العدد الإجمالي تعل المنتجات اللي توافقوا على هاد الشرط كامل اللي اخترناها في الأول فهنا مثلا عندي 66 منتج ثم كنزل الهنايا وكنحاول نشوف كل منتج على حداء كنشوف شحال مرة تباع ونشوف الأتمينة اللي ديري اليوم وكذلك تقييم لأن كل منتج كما كنتشوفوك قدامكم فعلي هاد المعلومات مثلا نختارنا هذا في هاد الشرط يعني كيبليه مزيان وهنا كنلقى اللون دياله واشبورية اللون أبيض أو اللون الأسود من بعد هنا كيحددوا لي يعني النوع ديال هاد الشاحن توقيت التمن لمقابل دياله فباش ما زتي شي حاجة او كانوا زايدين شي حاجة مع هاد المنتج إلا وتي بليك طلع التمن بطلا هنا يا زايد الكابل دياله وكذلك المخارج دياله هاد الشاحن حسب الدولاء ديالك المهم هنا يا كنلقاو واحد الكوبون نتاع الناس اللي يالله كرياو الكون يعني لك انت يالله كرياو الكون فهاد البائع كمنحك واحد الكود كوبون ديال ثلاثة دولارات على أول شراء لك ثم كنلقاو كذلك ستديل الدولارات على كلها خمسة وستين دولار يعني إلافة عدد متاع المشتريات ديالك خمسة وستين دولار كمنحك هاد البائع ستاء ديال الدولارات مجانا هنا كنزو الطرق الشحن فكما كنتشوفوا معايا نايب الزاف ديال الطرق ديال الشحن كتختلف كل واحدة على حسب المدة اللي غتوصلك فيها وكذلك كتختلف من تمن الاخر باش مما كانت تمن كبير باش مما كانت سرعة التوصيل اكبر مليك نختار ذاك شي اللي بغيت كندير كونفيرمي ثم كنجيل هنا باش تي مانتينو دونك غنشري مثلا هنا لأنني داجة أنا ما داخلش بالحساب ديالي فهنا كتكري الكون ديالك لما كانش عندك حساب وكذلك إلا عندك حساب فرق كتدخل معلومة دياله وكتكمل عملية ديالة الشراء إلا كنت أول مرة فباش تنشأ واحد الحساب رأي سهل جدا كتدخل معلومة ديالك لإسم النساب رقم الهاتي في الأدريس ديالك وحاول ما تغلطش في الأدريس ديالك لأنها يلا غتوصلك فيها لمنتوجات وحاولوا تحافظوا على الإيميل ديالكم لأنه يقدر يمشي لكم المود باس ديال الحساب واخذكم تريكي بيريو ومن طابعة الحالي لما عندكش الإيميل الأصلي باش تسجلتي في عليكس براس فمن المستحيل أنك ترد هذا الحساب ديالك تمنى تكونوا فهمتوا عاود تاني غننخذ واحد الميتة الآخر اللي بسيط جدا وغنختار متلا ساعة هناك يطلعوا لي كذلك مجموعة متاع الساعات فمثلا قمنا بهذاك العمليات اللي قلنا دا جا بلاش ما نطولش الفيديو غادي ندوز متلا ونختار شي ساعة مثلا تشوفوا هناك تقيمات تشوفوا عدد متاع المشترين فشوفوا شحل ديال العدد اللي شرعنا 1371 واحد وتقييم زوين وانتا الساعة أنيقة وتمنى مناسب غن ندخل لها من بعد غنجي هناك يعطوك بزاف كتخطر على الحساب انت اشن بغيتي فاللي بغيت نوريكم هنايا وانني خصصني ننزل تحت ونشوف تعاليق ديال المشترين فأخي الكريم ضروري هذا العمل يتقوم بها باش تشوف الصورة الحقيقية ديال هذا المنتج فمثلا أنا شارت هاد الساعة خصني ندخل ونشوف المنتج كيشراو الناس وكيصوروه تمكت بلي الحقيقة دياله لأنكم كتعرفوا بأن الصور اللي كيدير البائع فدائما كتكون معدى بالفوتوشوب يعني صعيب أنك تحكم عليها في الواقع إذا نختاره مثلا هذي شوفوا معايا فكما كتشوفوا يعني تقريبا الصور متابقة للأصل أو متابقة للصور اللي اعطانا المشتري والتقييمات كذلك كبيرة هناك يعطوك بعض المعلومات ديال هاد المنتج كيفاش تشراها يدخلناه واش من اختيارات اللي اختار وما فيها بس خوتي يدعو لنا التقييمات وتشوفوا هاد الناس اللي اعطوا تقييمات سلبية نختاره مثلا هده وشوفوا اشنا هو السبب إلا كان السبب لي واللوجيستيكي يعني تهرسات في الطريق وليش حاجة ولا مش مشكلة نقرأو هنا يا يعني هادي اشرتها ليوم وتسنة عشر ايام باش توصلها وما عجبتها شو ماخداماش هاد الاخ من الجزائرة والأخت المهم كان دزل لنا يا نشوفوا كذلك هذا يعني العجيب هنا يا هو أن السيد ولا السيدة عجبوا من منتج ولكن عطيه نجمة يعني كاللي تتعامل جيلو مع الابليكاسيون يعني كي يخلق لك مشكلة فلاحظوا معايا يعني عجبها المنتج مع ذلك عطته نجمة واحدة عجبك المنتج وكنت يستطيس في مئة في مئة منه فحاولت عطي البائع تقييم إيجابي خمسة ولا أربعة على الأقل إذا هاد قيمة هدي إلا كنتي عندك واحدة كونتيتي اللي كبيرة من الأحسن تدخل تشوفهم باش تكون واحدة للفكرة عامة يعني إلا كانوا عشرين ولا خمسة تاشر واحد كلهم ديرين نفس السبب متاع هاد قيمة السلبي مثلا بأن السلعة كتوصلهم ماخداماش فمعليك أخي الكريم إلا تقلب ستات سعود وتبدل المنتج وتشوف شي بائع آخر من بعد اختار ثلاث بائعين وكتب ليهم رسالة احترافية باللي ركتاجر وبغيتي تعامل معهم على المدى البعيد وبغي تبقى تاخد من عنده بالجملة وطلب ليه يلقص ليك في التمن ويبقى يوريك الجديد دائما هو غيعجب الحال يعني باش مما كترت عليه وبينتي ليه الربح غد يدير معك تمن زوين ومن بين هاد ثلاثة ضرر غتلقى واحد ولا جوج معك كسين لكن غتلقى واحدين أخرين غيتفهموا معك وغيديروا معك تمن مناسب ومن اللي ترسل الرسالة حاول تختار الشخص اللي جوابك الأول لأنه أكثر احترافية وغالبا ما غديش تلقى معه المشاكل من اللي غتفهموا كينزوج طرق باش تخلص وينقص ليك التمن إما كيرسل ليك رابط خاص بك فيه التمن اللي تبقت عليه أو كيطلب منك تحط المنتجات اللي برغي في السلة وهو كيعدليك على التمن من بعد طريقة سهلة جداً كتدي بحال إلا غادي تشري من بعدك تبقى متبع الخطوات تعمر الإسم الناس بالعنوان رقم الهاتف وطريقة الدفع هنا غادي توقف وتدير طريقة أخرى من اللي تفتح ليك صفحة جديدة خرج منها غا تبقى ديك السلعة تطلع للبائع باللي انت واقف في مرحلة الدفع هو غا يرجع غا يعدليك على التمن ومن ثم انت غادي تتم العملية ديلك وغادي تكمل الشراء من لي غا تكمل العملية غا تسنها بين 24 ساعة حتى الثلاثة أيام باش هو كيوز جدلك السلعة ديلك وكيرسلها لك من لي كيرسلها غادي يصفت لك معها رقم تتبع تراكن نمبر وغا تمشي البلاي ستور وتنستلي هاتف تطبيق اللي اسميته تراك ديست اللي من خلاله غادي تتبع المنتجات ديلك منين دازد في نقفات وفين وصلت وامتى غادي تصلك اذا وصلنا لنهاية الفيديو الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلكم الفيديوهات اول باول وتبرتجوه مع خودكم لتعم الفائدة وفقني واياكم الله